أخيرا تحرك السراج وخرج عن صمته الذي اعتاده الليبيون لأربع سنوات متتالية حيث كان العنوان الأبرز لهذه السنين الأزمات المتفاقمة وسوء المعيشة الذي وصل لحد جعل تجمعات مختلفة من الليبيين تخرج عن صمتها في مظاهرات شتى في مناطق مختلفة لسيما العاصمة طرابلس التي كان الحراك فيها قوية لدرجة وصول المتظاهرين لمنزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في سابقة هي الأولى منذ وصول السراج لطرابلس في مارس 2016 السراج حاول تهدئة الشارع الغاضب على الحكومة بسيل من القرارات كان أبرزها إقرار علاوة الأسرة التي أصدرها المؤتمر الوطني منذ 2013 وصرفت لمرة واحدة كما تعهد السراج بحل مشكلة الكهرباء على مدى متوسط بعد تنفيذ ثلاث محطات غازية تقضي على أزمة الكهرباء التي تخنق المواطن الليبي منذ أكثر من خمس سنوات مظاهرات طرابلس كانت فرصة للقنوات الداعمة لحفتر لتكشر عن أنيابها وتحاول تسييس المظاهرات وعنونتها بعناوين تتماشى مع أمنيات مجرم الحرب حفتر لعلهم يجدون في العاصمة موطئ قدم بعد أن عجزت بنادق مرتزقتهم من الفاغنر والجنجويد السيطرة على طرابلس رغم التأييد الدولي لهم وازداد سعار هذه القنوات بعدما أصدر الرئاسي قرارا يقضي بإيقاف وزير الداخلية فتح بشاغة احتياطية لغرض المساءلة بعد أن أصدر بشاغة بيانا توعد فيه باستخدام القوة لحماية المظاهرات ورغم اتجاه الوضع في العاصمة للتهدئة وحلحلة المشاكل إلا أن السؤال الأكبر هل سيصمت سكان المنطقة الشرقية عما وصل إليه الوضع المعيشي أم أنهم يتحينون الفرص التي ربما ينفجر فيها بركان غضبهم على الطغمة المسيطرة عليهم اشتركوا في القناة